فيتامينات B هي فيتامين B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و فيتامين B9 و فيتامين B12 و فيتامين B12 هو المسؤول الرئيسي عن صحة الجهاز العصبي سواء الجهاز العصبي المركزي أو أعصاب الأطراف و بيلعب فيتامين B12 دور مهم جدا في ذلك مع حمض الفوليك اللي هو فيتامين B9 و لكي يمتص فيتامين B12 من الأمعاء لازم المعدة تفرز مادة اسمها Intrinsic Factor أو العامل الداخلي هالمادة تفرز من المعدة و تلتصق بفيتامين B12 و تحمله كي يمتص فيه اللفائفي اللي هو الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة لذلك أي إنسان عنده التهاب مزمن بالمعدة أو التهاب مزمن ضموري بالمعدة أو استقصال المعدة سواء استقصال جراحي لورم مثلا أو استقصال جزئي للمعدة أو عملية تحويل مسار بهدف إنقاص الوزن أو عملية تكميم جراحي للمعدة بهدف إنقاص الوزن كل هذه الحالات اللي ذكرتها ما بتكون مادة الIntrinsic Factor أو العامل الداخلي موجودة بشكل كافي لامتصاص فيتامين B12 لذلك هؤلاء الأشخاص لازم ياخدوا فيتامين B12 ممكن يكون الشخص ما عنده مشاكل بالمعدة لكن عنده مشاكل باللفائفي يعني بالجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة واللي هو المكان اللي يمتص منه فيتامين B12 مثل مرض كرون وهو التهابات وتقرحات باللفائفي أو مرض الدرن أو السل اللي بيصيب اللفائفي أو مرض الأورام اللي بتصيب اللفائفي هدول الأشخاص لازم ياخدوا فيتامين B12 طبعا نقص فيتامين B12 بيؤدي لالتهابات بأعصاب الأطراف فالعصب مغطى بغشاء بيحميه والمسؤول عن تكوين هالغشاء وسلامته هو B12 فيتامين B12 مصدره فقط حيواني وموجود باللحوم لذلك الأشخاص النباتيين اللي ما بيتناولوا المصادر الحيوانية واللحوم لازم ياخدوا فيتامين B12 تناولنا لفيتامين B12 لازم يحكمه ضابط أساسي هو قياس فيتامين B12 بالدم وبناء على الرقم المخبري بتكون جرعة فيتامين B12 ومدة العلاج شائع جدا أنه مريض السكر يتناول فيتامين B12 بشكل عشوائي ولفترات طويلة وأحيانا بفترات متقطعة ظنن منه بأنه فيتامين B12 ممكن يمنع حدوث التهاب أعصاب وهذا غير صحيح لازم نعرف أنه فيتامين B12 يخزن بالكبد يعني لما نتناول طعام صحي متوازن فيه لحم أحمر أو كبدة خروف أو كبدة دجاج يعني مصادر حيوانية ففيتامين B12 سيخزن بالكبد لمدة سنتين على الأقل وكون الكبد هو المخزن لفيتامين B12 لذلك مريض التهاب الكبد المزمن لازم ياخد فيتامين B12 وما لازم نغفل عن ذكر أمر خاطئ وشائع هو أنه الناس اللي تكثر من أخذ مضادات حموضة وأدوية للمعدة مثل الأنتي أسيد والمالوكس والأومبرازول والأنسوبرازول وغيرها من الأدوية على مدار فترات طويلة أخذ مضادات الحموضة وقلة حمض المعدة بيأثر على تكوين العامل الداخلي اللي بيساعد على امتصاص فيتامين B12 لذلك هؤلاء الأشخاص بيكونوا معرضين بشكل كبير للإصابة بنقص فيتامين B12 وبالتالي معرضين للإصابة بضعف الذاكرة وقلة التركيز وتشوش الذهن والتهابات عصبية بالجهاز العصبي المركزي والتهاب بالأعصاب الطرفية الملفت والمهم أنه ارتفاع فيتامين B12 بيعطي أعراض شبيهة بأعراض نقصه لذلك أخذ فيتامين B12 بيستوجب قياسه بالدم وبالوصف وضعت رابط لفيديو هام عملته من فترة عن فيتامين B12 بإمكانكم مشاهدته إذا حبيته تعرفوا معلومات أكتر عنه كنت معكم أنا الدكتور نوار علي محبتي الكبيرة ألقاكم بخير بحب سلاح ورعاية موسيقى موسيقى